واحد من الأسماء الكبيرة في كرة اليد هو الكابتن حسين لبيب وحرارك واحد من الأسماء الكبيرة في كرة اليد المونسي شام ناصر رئيس نادي ونائب رئيس نادي أنا بحب أحول أبص للمستقبل يعني مع أول مشكلة لفريق الكرة في نادي الزمالك أي نتائج أي أزمة ما هو يا جماعة ما هو رئيسنا بتاع كرة اليد ونائب الرئيس النادي بتاع كرة اليد ومحدش فاهم في الكرة بتاعتنا وإحنا اللي بنلعب كرة قدم ومحدش عارف عنها حاجة هتعامله زي مع ملف كرة القدم وأنا فاهم طبعاً أنا بقولك الكلام بتاع الجمهور حلو متأكد أنه أنا أجاهز للإجابة هتعامله زي مع ملف كرة القدم طبعاً أنه نادي الزمالك في الأصل البداية والنهاية كرة قدم وفي النص حاجات عظيمة كثيرة هتعامله زي مع ملف كرة القدم هو أنا اللي هنزل ألعب مش أنا صحيح هو رئيس ريال مدريد ولا بارشلونة ولا باين ميونيخ ولا الفراش مش لعبة كرة احنا انتقلنا من مرحلة لاعب كرة يد لاعب فولي لاعب كرة قدم انتقلنا بقى من المرحلة دي خلصت خلاص التاريخ سجل ان ده كان سوبرستار في لعبته وده كان اعظم هدف في الدنيا اتقفلت واتكتب التاريخ ده احنا دلوقتي في مرحلة الادارة الرياضية الادارة الرياضية انتهدير المنظومة دي ازاي واخطرها واخبرها هي كرة القدم احنا معانا ناس بتوع كرة قدم على فكرة في القيمة يعني كابتن احمد سليمان كابتن حسين السيد المهندس هاني بيرزي كل المجموعة دي محمد طارق كل دول بتوع كرة قدم رامي نسوحي في تحت السن كل دول لعبوا كرة قدم في نادي الزمالك او فعندية اخرى او يعني هم بتوع كرة قدم طب ما احنا معانا ناس بتاعة كرة قدم اهي لكن الشرط الاهم من هو كان بيلعب كرة قدم ان هو يعرف يدير هذه المنظومة هي بقت منظومة يا جماعة هو الموضوع بقى علم مش فرقة كرة مش فرقة كرة مش هنزل ألعب كرة لا 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 مو معايا ناس وهناستعين احنا مش احنا بس نادي الزمالك محتاج الجمعية العمومية بتاعته تشتغل في نادي الزمالك عشان يقوم مش احنا بس وهيتعمل لجان وهيتعمل تخصصات مختلفة والباب مفتوح لأي فكرة قبل للتنفيذ لنادي الزمالك هقول لحضرتك حدث يعني حصل معايا دايما بقوله انت عارف ايام الانتخابات تبقى المرسلات كتير جدا فعلا بيبقى عندي وقت تبقى بيبوش على كل هذا فلقيت واحد مصر ان انا يعني يبعتلي وان انا ارد عليه ففعلا ردت عليه قال لي انا عندي شوية افكار وبتاعه وعايز يعني اجي اعرضها عليك وبتاعه مش عارفين قلت له طيب قال لي انا مش هاخد منك وقت كتير نص ساعة بالكتير اقول لك قلت له تفضل تخيل لقيته جاي منين من اسكندرية جاي من اسكندرية عشان يعرض عليك فكرة فكرة نص ساعة فكرة وفعلا كان يعني هو كان متمسك كان شبهها تعرض علي لكن هو كان محترفها عاملها لما اقفلها تمام فقلت له ارجوك سواء انا موجود او مش موجود لازم الفكرة دي تعرضها على مجلس الضارة الموجود قال لي الفكرة دي بقالها سنتين معايا بس اسف ما كنتش قادر اروح اقدمها يعني قبل كده قلت فكرة كانت معايا فكرة ديجيتال حاجة ديجيتال حاجة ديجيتال اه حاجة حاجة زي زمالك يستفيد منها ايوه ملايا يعني الناس جاهزة والناس عايزة تساعد النادي المنتج منفتح لانك تسمع الناس منفتح وانه وجاهز انك تسمع الناس كلها انا بقولك فير ومنتدح ده